وحنتابع دلوقتي مع حضراتكو صور الحقيقة انا باعتبرها وسام على صدر كل زمالكاوي ووسام على صدر مجلس الادارة المتواجد حاليا مفيش شك ان اي انجاز بيحدث داخل نادي الزمالك يحسب لادارة النادي برئاس المشتر المنطلع منصور وايضا لكل اللي عاملين في نادي الزمالك المنظر الجميل اللي شفناه تحرك البساط او التوبسات من نادي الزمالك النهاردة منظر الحقيقة هنعرض لحضراتكو حاجة في منتهى الجمال انا شخصيا والله بكلمكم بجد لو انا ما عندش استوديو كنت اتمنى اكون متواجد مع هؤلاء الجماهير في هذا المنظر الجميل اللي وفره مجلس دارة نادي الزمالك برئاس المشتر المنطلع منصور هذا المنظر الحضاري الجميل اوتوبسات مكيفة وجبات عصائر مية كل ما يحتاجه كل جماهير نادي الزمالك وايضا هتفاتهم للمشتر المنطلع وشكرهم اعربوا عن شكرهم الكبير جدا جدا للمشتر المنطلع منصور وانا قلتلكو في الاستوديو الماضي وقبل الماضي قلتلكو ان نادي الزمالك وجماهيره بالذات بتحتاج دايما الى يد العون اللي يمد ايديه ليهم بيلاقوا هذا الاقبال وهذا التضافر وهذه المسندة التاريخية من جماهير الزمالك في اللحظات الاخيرة والامطار الاخيرة من الدور العام يا جماعة اللي بيحدث داخل نادي الزمالك الان هو انجاز بمعنى كلمة انجاز انا بكلمكم منطلع صراحة ما كانش الكلام ده موجود الاول جمهور نادي الزمالك كان بيتعزب عم يروح مطشاطه واحنا بنلعب وانا بلعب وانا في المنعب مفيش حد افتكر الجماهير غير مجلس المشتر المنطلع منصور مفيش حد بيقدم يد العون لجماهير نادي الزمالك داخل الاستاد غير امير مرتضة اللمسات دي يا جماعة الحقيقة لابد لابد ان احنا نشكر المجلس الادارة ونشكر كل القائمين على المجلس الادارة وفي مقدمتهم طبعا المشتر المنطلع منصور مفيش حد يا جماعة بيطلع الباص خلي بالك وغير بالفان اي دي وتذكرة الماتش عشان بس محدش زي دي قولك ايه ده بياخدوا الكلام ده الكلام ده يا جماعة صعب جدا صعب انك انت تطلع الباص وانت ما معاكش الفان اي دي ولا ابص حضراتكم شايفين اهو بيبص ده الامن النادي الزمالك بيبص على الفان اي دي وبص على التذكرة مهم جدا كله معلق اهو الفان اي دي ونظام ومحترام وامن النادي موجود وحاجة في منتهى الشياكة والراجل اعلى من انبارح في زمالكاوي مع الزميل كاريب ابو حسين ان كل الناس هتخش النادي زمالك تصلي الجمعة في ملعب الفرق الناشئين ويطلعوا بالباصات ادي الباصات مستنياهم رقم الاوتوبيس موجود وكل واحد خلي بالكم محطوط رقمه رقم الباص على تذكارته يا حضرك هتركب الاوتوبيس رقم عشرين هتركب الاوتوبيس رقم مش بالهابولي كده لا الحقيقة جماعة نظام واحترام لأدمية الانسان احترام ليه جمهور نادي الزمالك اللي دائما وابدا دائما وابدا هو مصدر الطاقة الحقيقي بعد توفير ربنا سبحانه وتعالى في ان هو يمد الطاقة للعبته والحقيقة لعبته مقدمة تبلوه رائع ولوحة جميلة جدا جدا مع مجلس الادارة ومع المشرف العام امير مرتضى ومع كل الناس اللي موجودة وبتخدم نادي الزمالك ودول هما الاصل لما مرتضى منصور رح حياهم في ممطش الكاس يا جماعة النهائي ما رحش حياهم من فراغ هو شكر من ادارة النادي ومجلس الادارة برئاسة المستشار مرتضى منصور الى هؤلاء الناس اللي هو بيعتبرهم هما المالك الحقيقي النادي الزمالك دول الملاك بتوع النادي الزمالك دول يا جماعة بيروح يصرفوا فلوس وبيروح يصرفوا وبيدعي وقتوا وما بياخدوش حاجة بياخدوا ايه بيشبع رغبته بيحب النادي فكان على مجلس الادارة والمشار المرتضى ان يمد ايد العون لهؤلاء الجماهير اللي هما فعلا يستحقوا التقدير والاحترام لمسندتهم مع نادي الزمالك باسات ميت باس ميت بوتوبيس يا جماعة طالع ببلاش على نفقة المشار المرتضى وكل المباريات اللي خارجنا دا احنا رحنا الجونة دا الباسات راحت الجونة يا جماعة الجونة دي بتاع ست ساعات لوحدها مستريح دي اسكندرية بتساعتين ونص ثلاث ساعات بكتير فانت النهار دا بص الناس كلها مبسوطة في الباس والباس طالع ومكيف وحاجة شياكة والحقيقة يعني الواحد فعلا لما بيشوف الجمهور مستريح ومبسوط انا بقى بسعيد وقولتلك والله انا لو ما عنديش استوديو منتأتمنى اكون متواجد مع الولاد دول واروح اشجع واقعد معهم في المدرج ما عنديش مشكلة وخلي بالكو كاميرا القناة الزمالك طلعت بص حضراتكم دي اثناء الطريق اسكندرية الصحراوي الكاميرا موجودة لغاية ما توصل لاستاد وهتصور الجماهير وهنجيب لكم طبعا كل هذه الامور بعد المباراة وحتى في زمال كوب الليل ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله حيكون موجود التصوير بالشكل كبير متواجد مع كاميرا تنادي الزمالك مع الزميل خالد غانم سلطان وحنقدمكم تأرير فورية مع جماهير الزمالك والشكل الجميل انت حضراتكم شايفينه لا طبعا لا حر فرق معهم ولا اي حاجة ولا تعب ولا مشقة كل الشكر لمجلز زارة نادي الزمالك برئاسة مشكلة مبتر منصور على هذا الجهد الكبير جدا تجاه جماهير النادي اللي هم اصحاب النادي الحقيقيين اللي هم بيقدموا العون بيقدموا المساندة المعنوية بشكل كبير لفريق كرة القدم فطبعا بالتأكيد كان لابد ان يكونك تقدير من مجلس الادارة تجاه هؤلاء الجماهير فكل الشكر طبعا لمجلس الادارة بالتأكيد يا جماعة جمهور نادي الزمالك ده هو الحياة الميا اللي بتروي الزرع بكلمكم بجد من غير الجمهور ده الناس تتعب احنا شفنا فرق ما بين مطش الكاس اللي كسبناه بتاعم غير جمهوره وشفنا مطش الجونة شفنا مطش قبل كده بيرامد شفنا مطش كل المطشات اللي كانت موجودة في زمانك بجماهير شفنا قد ايه جمهور النادي كان مساند بشكل كبير جدا ليه لعبته اشتركوا في القناة